وأقول للشباب الذي يتجذبه الياس والطموح وخيبة الأمل في الثورة والطبقة السياسية لقد وصلتنا رسالتكم أيها الشباب ونقول لكم أنتم المستقبل الذي نعمل من أجله والصعاب التي تعتربكم اليوم لا يجب أن تكون مبعثة شاءهم أو استقالة من الشأن العام بل مصدر تعلق بالوطن وإخلاص له وعزيمة في المغالبة والمبادرة ونحن ندعو النخبة السياسية إلى أن تفكر في شبابنا وأن تفسح له المجال المشاركة وندعو إلى عقد وطني للنهوض بالشباب حتى لا يبقى شاب أو شاب في دائرة التهميش دون عمل ولا بيت ولا زواج